يا جماعة الخير يسمحوا لي قبل ما ندخل في الانطباع وقبل ما ندخل على مقدمة الفيديو خلونا نتكلم شوية عن أودة وعقلية أودة وطريقة أودة في الكتابة أنا عارف أني أزعجتكم بموضوع المسار الأول والمسار الثاني وعارف أنه معظمكم راح يقول يا واجه خلاص هو كذا أودة هو كذا العبيط ما راح أحد يقدر يمنعه أنه يغير أسلوب كتابته وصراحة يا جماعة أنا معاكم مية في المية وبالعكس أنا أثني على شجاعة وجرأة أودة في دمج الجدية والسبهلة والمنطق ولا منطق في عمل واحد ماهو شي سهل أبدا أنك ترضي جميع الأطراف وتحافظ على شعبية عملك بالرغم من كل الحوثة اللي صايرة وفكرة كتابة أودة على مسارين أو على الأقل هذا التعريف اللي أنا سميته للأمانة فكرة مثيرة وجدابة لحد كبير وسبب رئيسي لشعبية وون بيس بس صراحة صراحة وبدون ما نزعل من بعض ومن دون ما نشخصا على بعض اللي حصل في أرك بيج مام وبالتحديد بعد فشل زواج سانجي من بودينج وبعد بدء تنفيذ خطة اغتيال بيج مام اللي حصل بعدها أقسم بالله جريمة شنيعة في حق وون بيس وأدري بتقولوني يواجهها الستيديو هما السبب وما إلى ذلك المانقة عمرها ما كانت بهذا القدر من الملل والتمطيط قد نختلف على هذه الجزئية وقد نتفق بحكم أني ما تابعت المانقة ما راح أكون منصف صراحة بس ياخي مو معقولة قتال لوفي وكاتاكوري ومطاردة بيج مام للطاقة موسطة البحر علشان كيكة كل هذا يتمطط في أكثر من 20 حلقة اليوم واللحظة اللي أنهيت فيها أرك بيج مام كانت لحظة تاريخية يا رباه والعذاب النفسي والمعاناة اللي حطوا فيها المشاهدين يا رجل محمد النعامي يتابع معانا البث اللي يعطي العافية يقول أنا إيش دمبي أعاني في المشاهدة الأولى والحين أعاني معاك مرة ثانية وجيه أرك يجيب الصداع صراحة من ناحية الانتاج شيء متعب حقيقة ولا أقدر ألومه أنا لو بعيد أرك بيج مام في يوم ما يمكن أقرأ مانقا أبراكلي ولا أشوف ملخص مستحيل أعيد التجربة المملة والمتعبة هذه بأي شكل من الأشكال يعني معلش المتابعين كانوا يخوفوني من أرك دريس روزا وإنه أرك تمطيط وطويل أكثر من اللازم بس وربي يا جماعة أرك دريس روزا ما كان بهذا الثقل أبدا بالعكس تفتكر أني استمتعت فيه واعتبر واحد من أروع واجمل الأركات أنا ما أعرف وش كانت ظروف أودا وقت كتابة أرك بيج مام لأنه وبدون ذكر أسماء واحترام من خصوصية الشخص اللي فهمتوا أنه أودا كان عنده مشكلة أو وضعه كان مخربط وقتها أقصد وقت كتابة أرك بيج مام ولعل هذا واحد من أسباب كتابة الأرك هذا بشكل شوية غير مألوف وزاد الاستيديو كمل الباقي وكتم على نفسي ونفس الجمهور عموما رح نتكلم عن موضوع هذا الأرك بعد شوية في الفيديو ما ودي أطول عليكم أكثر في المقدم دقيقة وأنا سويت مقدمة الفيديو أصلا ولا باقي لا والله لسه ما سويتها عموما أهلا وسهلا عزيزي الوجيه وربي منور من هنا إلى آخر الجراند لاين أقول لك حاجة وربي منور بقدر طول رحلة روجر داخل الجراند لاين ذهابا وإيابا شوفي حبيبي أنا ما أحب كثير كلام ما له لزمة بالذات في بداية الفيديو مثل اللي أنا متأكد منه أنه جمهور وان بيس جمهور ما هو صاحي أبدا وجمهور قادر أنه يحقق معجزات ودعمكم المستمر أكبر شاهد ودليل ولو أطلبكم نوصل المقطع هذا لأكبر عدد من اللايكات في حال أعجبكم ما أعتقد أن الموضوع بيكون صعب عليكم أبدا هيا هبولنا اشتراك لو ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيات على طريقكم والزر اللايك لا تنسوا زي ما قلت لكم وتعالوا تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وكمان قناة الألعاب لو أنت مهتم بالألعاب والفعاليات الترفيهية والميم كل الحاجات هذه رح تلاقيها في صندوق الوصف غير كذا تعالوا خلينا نتكلم عن وان بيس من بعد ريس روزا وإلى نهاية أرك الريفري اللي شق أم أم أخي شق طيب يا جماعة بالرغم من أنه لوفي هزم دوفلا مينغو إلا أنه كعادة أودا عنده مشكلة في وضع نهاية لكثير من الشخصيات الشرير اللي قاتل لوفي عادة يسقط منهزما ولكن لا يسقط ميتا وهالشي للأمانة مزعج بالنسبة لي في كثير من اللحظات ياخي طالما أنه البطل قدر يهزم الشرير في مرحلة ما حط خاتمة جيدة للشرير وفكن شره ليش أضطر أعاني معاه مرة ثانية وأشغل بالي فيه من جديد ولكن يا جماعة يبدو أنه أودا يرفض هذا الشي وأعتقد أنه السبب وحكمة قرارات أودا قاعدة تظهر لي في الأنمي في كل مرة يهزم لوفي شرير معين نرجع ونشوفه مستقبلا مش دائما ولكن بشكل متكرر لحد كبير فصار عندي تصور شبه واضح لوضع معظم الأشرار اللي يهزمهم لوفي في رحلة داخل عالم وون بيس أودا دائما يترك خط رجع لهذه الشخصيات بنهاية دريس روزا كالعادة شفنا دوفلا مينغو مهزوم ولكن مش ميت وبالفعل طلع فيه سبب واضح لترك أودا هالشخصية على قيد الحياة بحكم أنه دوفلا مينغو يعتبر أحد المحركات الرئيسية داخل عالم وون بيس هزيمة دوفلا مينغو وخسارة الحكم دريس روزا سببت زلزال داخل عالم وون بيس وعدم استقرار واضح لموازين القوة وتجارة الأسلحة وفواكه الزون الصناعية وغيرها واللي من شأنها أنها تزعزع العالم الجديد واليونك وغيرهم ولكن الحلو يا جماعي أنه أودا وظف هذه الجزئية أو جزئية بقاء دوفلا مينغو على قيد الحياة بشكل جدا رهيب وخدم القصة وأحداثها بشكل ممتاز وأولى النتائج الإيجابية لبقاء دوفلا مينغو على قيد الحياة واللي كشف لنا في نفس الوقت أسرار جدا رهيبة ومبهرة أول حاجة يا جماعة لو دوفلا مينغو مات ما كان انسحب جاك التابع لليونكو كايدو من زو ويمكن كان أنهى كل شكل من أشكال الحياة في هذه الجزيرة العائمة على ظهر هذا الفيل الضخم من آلاف السنين لأنه مثل ما كلنا عارفين يا جماعة جاك أو جاكو أو ين كان اسمه كان ناوي يدمر أم جزيرة زو عن بكرة أبيها وكان على بعد خطوات بسيطة من أنه يمحيهم من الوجود تماما ولكن لما عرف أنه دوفلا مينغو انهزم وقاعدين ينقلونه على ظهر سفينة البحرية انسحب من جزيرة زو وراح يحاول ينقذ دوفلا مينغو وأكل في النهاية على مخه من فوجيتورا انسحاب جاك يا جماعة خلى شعب جزيرة زو يشكرون لوفي وإن كان أنقذهم بشكل غير مباشر إلا أنه بالفعل أنقذهم لوفي بهزيمة دوفلا مينغو تركه على قيد الحياة أنقذ جزيرة زو من دمار وإبادة وتطهير عرق كامل وهذا واحد من الأشياء اللي يشكر عليها أودا صح إني أكره بقاء الشخصيات المهزومة على قيد الحياة مثل ما قلت لكم بس اللي حصل هنا حاجة مرة ممتازة وتم توظيفها بشكل جدا رهيب من أودا وبشكل عام يا جماعة لو نرجع بالزمن شوية كل شخصية هزمها لوفي أو هزمها أحد طاقم لوفي وما ماتت راح نلاقي أثر لهم على القصة في المستقبل سواء بشكل إيجابي أو بشكل سلبي وما يحتاج أذكر لكم أسماء الشخصيات لأنها مرة كثيرة وهذا واحد من الأسباب اللي بتخليني أتجاوز هذه المشكلة أوكي إنه الشخصية ما تموت هذا شي مزعج بالنسبة لي بس إنك توظف فكرة بقاءها على قيد الحياة في القصة هذا يعتبر عذر ممتاز جدا ويتماشى مع طريقة كتابة أودا وفلسفته في عدم قتل الشخصية سلبية أي نعم ولكن لها جانب إيجابي اتفقنا أو اختلفنا طيب يا جماعة خلونا نتكلم شوي عن أرك زو في البداية أنا منبهر جدا من كمية الولاء العجيبة اللي يتباهى فيها المينك أو سكان جزيرة زو يا رجل كانوا على بعد خطوة واحدة من الإبادة كانوا على بعد خطوة من إنه يتم محوهم من الوجود تماما ولكنهم رفضوا إنهم يسلموا رايزو عن أي ولاء وعن أي تفاني نتكلم أنا في البداية أقولك يا ولد إيش أم الهبل هذا يعني مستعدين يضحوا بأنفسهم وبألف سنة من الوجود في سبيل إنهم ما يسلمون رايزو هذا السبب اللي تم توضيحه إلى الآن هو إنه شعب وانو وزو بينهم علاقة تاريخية وصداقة قديمة وعريقة جدا بل إنه حاكم النهار إنوى وحاكم الليل ماموشي يعتبرون خدم عند أودن فدخولهم للمعركة هديك مع جاك كان بهدف الانتصار وليس التضحية لولا إن جاك المتخاذل استخدم عليهم الغاز السام هذا غير إن المينك كانوا مستعدين يقاتلون بكل قوة بل وأعتقد وعلى حسب ما فهمت إنهم كانوا مستعدين يقاتلون أيام وليالي ويمكن أسابيع إلى أن يكتمل القمر علشان يظهرون قوتهم الحقيقية ويهزمون جاك عموما تضحية المينك تضحية تدرس وولاء يسجل في تاريخهم أنا متأكد إنه ما زال في معلومات أكثر رح تتوضح بخصوص ولاءهم العجيب لشعبوان لأن التضحية هذه ما جات من عبث وأكيد في أسباب كثيرة وراءها رح نعرفها في المستقبل نيجي للبقعة الكبيرة والمعلومات اللي صدمت عيشة أهلي يا جماعة اللي أعرفوا إنه البونغليف شكل ولون واحد ومنتشرين في أرجاء العالم وكل بونغليف عليها أسرار ومعلومات معينة بس هنا طلع لنا بونغليف أحمر أو الروت بونغليف أو بونغليف الطريق واللي يفترض إنه فيه أربع منه وكل واحد منهم يشير إلى نقطة ما وعن طريق جمع المعلومات من الأربعة أحجار هذه راح يعطينا الطريق إلى وين؟ إلى رافتيل وات؟ وأنا كنت أحسب إنه الرحلة داخل القراند لاين لازم ولابد إنه نهايتها تكون رافتيل يا عيني يا أوديا يا عيني يا مجنون يا مهبول إذا هذا مواحد من أرهب التوستات ما عرف وش يكون القوة في العالم الجديد مهمة يا جماعة بس مش كفاية التحالفات في العالم الجديد مهمة بس مش كفاية الدهاء والذكاء والحنكة مهمة في العالم الجديد بس مش كفاية هي الدنيا سبهلة لو لا كيف؟ لو الموضوع بالبساطة هذه كان البحرية بنفسها وصلت لرافتيل وخلاص لا طلع في أحجار وفي الغاز وفي حوسة لازم تجمعها وتفكيكها وبعدين توصل لرافتيل الله عليك يا أودا الله عليك يا مبدع زيد الموضوع صعوبة فوق ما هو أصلا صعب وشيبه مستحيل سويا جماعة أعتقد إن شعب وانو قد يكون أحد مفاتيح الغاز عالم وون بيس مش أعتقد بل أجزم يا رجل إحنا نتكلم عن شعب كان عندهم المعرفة الكاملة في صناعة وكتابة وقراءة أحجار البونغليف فضلا عن إنه قائدهم أودن راح بنفس الرافتيل مع جولدي روجر وهذا بحد ذاته وضع عبء كبير جدا على شعب وانو وبسبب هذه المعلومات والأسرار اللي يعرفها أودن كايدو راح وقتل أودن واستحل وانو على أمل إنه يستخرج هذه المعلومات والأسرار منهم للحين أنا مش عارف إيش سوى كايدو بالضبط في وانو بس اللي أنا أعرف إنه استحلها وقتل أودن وجالس يحاول يطلع من شعب وانو أسرار البونغليف وأسرار الوانبيس ورحلة أودن مع جولدي روجر والآن لوفي وشعب وانو والمنك ولو أنشأوا تحالف جديد والهدف من هذا التحالف هو إسقاط كايدو كيف بيسقطهم كايدو لحد يسألني هذاك وش يسقطوا يا ساتر واستعادة مجد وانو وكمان تحقيق حلم أودن واللي هو فتح وانو للعالم بحيث تكون جزء من هذا العالم ويفترض وإن مشت الأمور بالشكل الصحيح كمان ماركو اللي يعتبر أحد قادة اللحية البيضة رح يحاولون إنهم يضمونوا إلى هذا التحالف ديم ديم يا جماعة إحنا مقبلين على إيش كل شي كان ماشي في السليم لولا إنه سانجي تورط بزواجته من بودينغ بنت بيغ مام وبنرجع لهذه الحوسة بعد شوية معلومتين جدا جدا مهمة تم كشفها في هذا الآلك برضو أولا لوفي ومومونوسكي يا جماعة عندهم قدرة عجيبة واللي يفترض إنه روجر وأودن كان عندهم نفس القدرة وهي القدرة على التواصل مع أشياء ومغلوقات كثيرة وأيا كان الفيل هذا سواء تم تصنيفه كحيوان أو تم تصنيفه كملك من بلوك البحر اللي تأكدنا منه إنه لوفي ومومونوسكي يقدروا يتواصلون معه ومش بس كده مومونوسكي قدر إنه يشوف من خلال عين زونيشا أو الفيل الضخم أنا ما أدلي لو لوفي يقدر كمان يسوي نفس الشيء هذا ولكن الأكيد إنه لوفي ومومونوسكي عندهم القدرة العجيبة في مشهد يا جماعة جدا جدا أعجبني وقت هذا الحدث وقت ما كان مومونوسكي ولوفي يتواصلون مع الفيل أو يسمعون صوته أنا متأكد يا جماعة إنه لوفي كان عنده القدرة إنه يعطي أمر الهجوم لزونيشا بحكم إنه عنده القدرة على سماع صوته زي ما قلنا ولكن لوفي وبلفتة جدا رهيبة منه خلى مومونوسكي هو اللي يعطي الأمر هذا وأعتقد إنه لوفي اتخذ هذا القرار لأنه شاف مومونوسكي جدا منهار وخايف من عبء القيادة وإن جازه كده بإعطاء أمر الهجوم لزونيشا راح يعطيه ثقة عالية جدا في نفسه وراح يخليه يؤمن بنفسه أكثر وينسى إنه مجرد طفل أيا كان مقصد لوفي أشوفه عمل حاجة جدا رهيبة وكونوا خلى مومونوسكي يعطي زونيشا الأمر بالقتال هذه بحد ذاتها حاجة جدا جميلة ورائعة وحبيت لوفي عليها طبعا ما في معلومات كثيرة حول زونيشا للحين ولكن اللي عرفته خلال هذا الحدث إنه في شخص أعطاه أمر بأنه يظل يمشي بدون توقف ولولا إنه مومونوسكي أعطاها الأمر بالهجوم لكان يظل يمشي ولكان جاك أسقط الفيل بجزيرة زو وباللي فيها ولكن الأهم من هذا كله هل ممكن يكون فيه ارتباط بطريقة ما في مين يكون الشخص اللي أعطى الأمر هذا لزونيشا أو هل ممكن يكون أحد قادة جزيرة وانو القدماء هو اللي أعطى الأمر هذا لزونيشا وقال له إسعى في الأرض بدون توقف أو إسعى في البحر بدون توقف لأجل حماية شعب المينك وضمان بقاء جزيرتهم مجهولة المكان جايز ليش لا؟ وهذا قد يكون أحد أسباب ولاء شعب زو العجيب لوانو وعشان كذا كانوا مستعدين لتضحية بحياتهم لأجل حماية رايزو طبعا كيف صار فيه جزيرة على ظهر هذا الفيل الله أعلم ولكن هذه مجرد تحريات حبيت أشاركها معاكم لأكثر عموما هذه كانت أهم الأشياء في أرك زو خلونا نخش على البقعة الكبيرة واللي كادت تجلطني أرك الكيكة الكاملة ومن الحين أقول لكم يا جماعة بالرغم من طول الأرك ترى ما يهمني فيه إلا حاجات بسيطة جدا مقارنة بحجم الأرك الطويل والكبير هارك طيب نبدأ بأول حاجة وبأهم نقطة جدل في هذا الأرك وهو فلاشباك سانجي وعائلة سانجي ومشهد ضرب سانجي لقائده لوفي اللي ألبث وقتها انقلب فوق تحت ما بين مؤيد ومعارض أول حاجة يا جماعة ما أخفيكم من أغرب وأقوى التوستات اللي حصلت في وان بيس أعتقد أنه كشف سر عائلة سانجي وقوتهم الهائلة وأسطولهم المرعب وتسلحهم بالعلم أنا جاب بالي على طول فيغا بانك لما جابوا سيرة العلم والتسلح بالعلم وبالفعل طلع فيه ارتباط في الماضي بين فيغا بانك والعائلة هذه أو على الأقل أب عائلة جيرما دابل سيكس عموما خلونا الحين نجمع الثلاث حاجات هذه فلاشباك سانجي عائلة سانجي وحفلة الشاي الإجبالية اللي حضرها سانجي وكيف كل هالحاجات ساهمت في إنها تحط سانجي أمام خيار جدا قاسي ومؤلم وهو ضرب لوفي أول حاجة يا جماعة لازم نعرف إن الإرث النضالي اللي عند سانجي أبدا أبدا ماهو شيء يستهان فيه نهائيا وله حاجة نشوفها ونبكي عليها وبعدين ننساها للأبد هذا بناء مهم للشخصية وكل تصرف نشوفه من سانجي قد يكون مرتبط بهذا الإرث النضالي الكئيب والتعيس يعني ما عليش يا جماعة إلى كل شخص قاعد يلوم سانجي على ضرب لوفي خليك معايا واحدة واحدة وطول بالك شوي علي تخيل إنك تولد لعائلة جدا كبيرة وخطيرة وتكون إنت نتيجة لتجربة علمية فاشلة ونظرة والدك لك إنك عبارة عن تجربة فاشلة لا أكثر وعندك ثلاثة أخوان معدومي المشاعر حرفيا معدومي المشاعر والدة ضحت بصحتها ونفسها علشانك وماتت لاحقا تخيل إنك في سلم الأفضلية بين أخوانك الأخير ومش بس الأخير أنت بر الحسبة أصلا أنت مصنف على إنك عار لأنك ولد طبيعي فقط من دون أي سبب ثاني وطول حياتك من يوم عرفت تمشي على رجلينك والكل يهزأ فيك ويتنمر عليك ويضربك ويحبسك خلي هذا على جنب لحظة تخيل قد إيش بيكون أثر التنمر عليك لما يتنمر عليك ناس ما تعرفهم فما بالك لما اللي يتنمر عليك ويضربك ويهينك يكون أبوك وأخوانك أبغاك تستوعب كمية الألم النفس اللي نحط فيه سانجي هذا واحد اثنين تخيل حجم التهديد اللي وصل لسانجي لو إنه رفض يروح لحفلة البيغ ماما قالولو إن ما حضرت اعرف إنه في أي لحظة راح يوصلك رأس شخص عزيز عليك ممكن يكون رأس زف أو أحد طاقم وممكن يكون رأس أحد أفراد طاقم قبعة القش أو رأس قبعة القش نفسه وكلنا نعرف قد إيش زف وطاقم قبعة القش عزيزين جدا على قلب سانجي بمعنى إنه سانجي راح مجبر مكره غصبا عن خشمه وهذا كان قرار حكيم جدا من سانجي قال عائلتي مشكلتي والبيغ مام الآن برضو صارت مشكلتي بروح أحل المشكلة بنفسي وأرجع وإن ما قدرت أرجع وفشلت كل خططي في العودة راح أضطر وضحي بنفسي وأنصاع للبيغ مام وعائلتي في مقابل إنه زف وطاقم يكونوا بخير وفي مقابل إنه لوفي وطاقم يكونوا بخير هيا تخيل بعد هذا كله بعد كل المعاناة اللي حط نفسه فيها سانجي بعد كل الماضي المؤلم والتعيس والمليان معاناة وبعد ما كانت خطته على بعد خطوة من النجاح يكتشف إنه لوفي لحقه لإقليم بيغ مام سانجي يا جماعة لما ضرب لوفي وكفر وافتره وهو يضربه ما كان بسبب كره أو بغضاء أو حقد هو قاعد يقول للوفي بأكثر وأصعب طريقة مؤلمة يا لوفي إنقلع وإشجاب أمك للإقليم المرعب هذا إحنا ما نتكلم عن دريس روزا ما نتكلم عن أرباستا ما نتكلم عن سكايبيا نتكلم عن إقليم أحد أباطرة العالم نتكلم عن جيش من آكلي فواكه الشيطان نتكلم عن قادة الباونتي عليهم يتجاوز المليار نتكلم عن جيش جيرما دابل سيكس إيش جابك هنا يا لوفي أنا ما قلتها لك لا تيجي لحد يحاول يقنعني إنه ضرب سانجي للوفي أمر غير مبرر أبدا أي نعم أنا معاك ضرب قائد وهذا عار وخطيئة تسجل في سجل سانجي باستعاد شوف المقابل والتضحية اللي قدمها سانجي سانجي وصل لمرحلة فقدان أمل مرعبة كان مستعد يتزوج بودنك فعليا لو كان هذاك الزواج حقيقي كان مستعد يضحي بمغامرة كاملة مع قبعة القش في سبيل إنهم يعيشوا بسلام وما حد يتعرض لهم مش لأنهم أصدقاء فقط بل لأنه زيف ولوفي وطاقموا يعتبرون عائلة سانجي زيف كان الأب لوفي كان الأخ الطاقم بكبره كانوا له أخوان وأصدقاء كل شيء إن حرم منه سانجي في الماضي لقيه عند زيف وعند لوفي وطاقمهم فأقل شيء يسويه إنه يحميهم مهما كلف الأمر حتى لو اضطر إنه يؤذيهم ويضربهم ويجرح مشاعرهم لا تقولي إنه اللي سواه سانجي غلط مئة بالمئة أي نعم بقدر ما هو غلط بقدر ما فيه نسبة وقدر عالي جدا من الصحة إلا ما أنا مسكين سانجي يا جماعة لا تحطوا عليه كده لازم تشوفوا الموضوع بهذا المنظور على الأقل بعدين أحكموا عليه براحتكم ما أحد راح يمنعكم طيب يا جماعة نجي لفلاش باك بيج مام الغريب والعجيب جدا أقول لكم حاجة أنا آسف أني بقول هذا الكلام أنا ما ألوم أمها وأبوها لما رموها البنت معطوبة من يوم كانت صغيرة البنت أشبه بشخصية مختلة ومريضة نفسيا منذ الصغر وحش وحش والله ما هي إنسان حتى ماذر كارمل لما صبرت عليها مش لسواد عيونها بل لأغرار تجارية بحتلة أكثر ولا أقل ولكن المشكلة أنه بيج مام مرة قوية من يوم كانت صغيرة لا أحد قادر يقتلها ولا أحد قادر يروضها بشكل جيد ولا أحد قادر يوقفها عند حدها حتى حتى مهارات التواصل البسيطة معاها جدا متعبة فكان أفضل حل لكل شخص حوالينها إنه يسايرها ويعطيها على جوها ما في أي حل ثاني غير إننا نعطيها على جوها وهنا قرر أودا إنه يكشف لنا سر من أسرار وون بيس وهو إنه بإمكانك الحصول على قوى فاكهة الشيطان عن طريق أكل الشخص اللي ماكلها ببساطة أهين أمة تويستي شيخ وأعتقد السر هذا يعرف تيتش واللي معاه تيتش واضح إنه مصيبة يا جماعة صراحة من البداية أوف كورس هو ما أكل اللحية البيضة بس يمكن فيه جزء معين من جسد الشخص لو أكلته بالمقابل راح تحصل على قوة فاكهة الشيطان اللي عنده ولكن بيج مام أكلت ماذر كارمل بكبرها وأكلت الكيكة والطاولة وحتى العيال الصغار بيج مام يا جماعة وأنا آسف لكل شخص أحب بيج مام أكثر شخص غير جدير بهذا اللقب ولكن وفي نفس الوقت وضعها النفسي الغريب وقوة شخصيتها الجسدية فضلا عن فاكهة الشيطان وحلمها التعيس للتعايش هذا بحد ذاته سبب كافي يخليها تكون أحد أباطلة البحر قدرت إنها تسيطر قدرت إنها تكون جيش مرة مرعب يا ليش لا تصير بس ما هي جديرة من وجهة نظري شخصية مريضة يا جماعة وجودها داخل وانبيس بحد ذاته مرض أتمنى أشوف نهايتها بقرب وقت لأنها حقيقي شي مزعي نيجي الواحد من أكثر القتالات اللي كان يفترض إنها تكون الأرواع لو لا الإنتاج الفوضوي الأرك بيج مام والتنقلات الغبية ما بين حدث وثاني داخل الأرك التعيس هذا حرفين يا جماعة قتال كتاكوري ولوفي قتال جدا رائع لو جمعت وحطيته في مشهد أو مشهدين كان بيكون شي جدا أسطوري ومميز يعني بالله مو حرام قتال رهيب زي كذا ومع شخصية جدا رهيبة زي كتاكوري نشوفه على عشرين حلقة عشرين حلقة يا رجل وأنا أشوف لوفي وكتاكوري الضاربون أعرف أنميات بدأت وانتهت في عشرين حلقة أقسم بالله حرام والله حرام القتال الفاخر هذا يتم إنتاجه بهذا الشكل الغريب عموما يا جماعة كتاكوري للأمانة من أفضل الفيلان اللي قاتلهم لوفي غير أنه مقاتل جدا قوي وعنده كارزما وحضور مميز غير أنه عنده فاكهة شيطان خطيرة وتشبه فاكهة لوفي لحد معين غير أنه على رأسه باونتي فوق المليار غير أنه عنده هاكي تصلب وهاكي تنبؤ غير اعتيادي كمان الآدم عنده مبادئ ويقاتل بشرف ويحترم خصمه حقيقة يا جماعة فلسفة هذا الفيلان أحترمها وعلى قدر عالي من الاتساق كتاكوري يا جماعة قد يكون أحد أعظم الفيلان اللي قاتلهم لوفي وشكرا أودا أنه فلسفتك في عدم قتل الشخصيات حبيتها هنا كنت أبغى لوفي ينتصر على كتاكوري في النهاية أي نعم بس من حبي واحترامي وتقديري لكتاكوري ما كنت أبغى أشوف كتاكوري ميت أبدا طبعا بخصوص هاكي التنبؤ وشكرا محمد النعامي أنه ذكرني لوفي يا جماعة قدر يشوف لمحة من المستقبل في حرب المارين فورد ولكن في هذا الأرك تم التفصيل فيه بشكل أكبر وأعمق وكمان معلومة مهما كشفت لنا في هذا الأرك وهي أنه القيرة الرابع له عدة أشكال أو على الأقل للحين ظهر منها شكلين اللي هو باوند مان وسنيك مان أوكي باوند مان مر رهيب وعجبني ولكن للأمانة سنيك مان أفخم بكثير وأعتقد يا جماعة أنه لوفي عنده أشكال كثيرة مستخبية لنا في القيرة الرابع ممكن نشوفها في المستقبل غير باوند مان وغير سنيك مان وبشكل عام يا جماعة فاكهة لوفي بقدر بساطتها فاكهة المطاط إلا أني في كل مرة أكتشف قد إيش هذه الفاكهة مرة خطيرة ورهيبة المطاط شيء قابل للتشكيل تقدر تمطه تقدر سوي فيه أشكال كثيرة تقدر تشكله مثل ما تبغى وكيف ما تشاء لوفي يا جماعة يملك واحد من أكثر الفواكه خطورة لو قدر يستخدمها بالشكل المطلوب أوكي بعد كذا إيش بك تحسبني بنسى بطل الأرك تحسبني راح أنسى المجنون بروك اللي شال جزء كبير من الليلة لا والله يا بلى علي لكم أن تتخيلوا أنه بروك وقف في وجه البيج مام وقاتلها لكم أن تتخيلوا أنه نسخ أحجار البونغليف اللي عند بيج مام كلها لكم أن تتخيلوا أنه ساهم في تدمير جزء كبير من أسطول بيج مام أمس كنت أسولف أنا وعادل وكان يقول لي أنه بروك انظلم في هذا الأرك وبالفعل يا جماعة بروك انظلم من ناحية تسليط الضوء عليه ما أعطوه حقه من ناحية الشغل الكبير اللي عمله اللي عمله بروك يا جماعة ماهو شي سهل أبدا حكاية أنه قدر ينسخ أحجار البونغليف هذه بحد ذاتها إنجاز جدا كبير فما بالك أنه كمان قاتل بيج مام وحاول يأكل عيش معها شوية I mean damn damn يا بروك برضو يا جماعة حاجة ما أقدر أتجاوزها أو ما ننسى تضحية بيدرو وإيمانه العجيب في لوفي وطاقمه وفلاشباك بيدرو الرهيب جدا مع قولدي روجر فيه سياق رائع كان لكتابة هذا الحدث أنا مرة احترمته بيدرو كان يقول لي روجر وأودين خذوني معاكم وقتها كان مرة صغير وروجر رد عليه وقال له كل شخص راح يجي دوره وفيما معناه إنه كل شخص في هذا العالم له دور أنت لسه صغير يا بيدرو حاليا ولكن لا تخاف دورك راح يجي وهنا ظهرت روعة وجمال كلمات روجر أمام بيدرو لما اكتشف إنه دوره ما كان في مساعدة روجر آنذاك إنما دوره الآن في مساعدة لوفي بيدرو وقتها كان صغير وهذاك أبدا ماه زمانه ولكن الآن لما صرت كبير يا بيدرو الآن حان دورك يا وحش مشهد كان رائع وربط جدا جميل بين الماضي والحاضر وأخيرا وليس آخرا حاجتين مهمة على السريع كاروت وتحولها الساحر والرهيب واللي ورانا إنه المينك عندهم قدرة عجيبة مع اكتمال القمر كاروت بمجرد ما تحولت على هذهك الهيئة تقريبا خلصت على عدد هائل من السفن لحالها فقط لأنها تحولت إلى هذاك الطور العجيب مع اكتمال القمر وهذا بحد ذات يورينا إنه المينك ما هم سهلين أبدا ولو جاك المتخاذي المر عليهم في ليلة القمر فيها كامل أخ يا لطيف ما أدري وش كان بيصير فيه يا جماعة ديم يا المينك أو بالأصح ديم يا أودا بس إن الأمانة فيه جانب مرة رهيب في الموضوع وحبيته من ناحية الكتابة القوة الهائلة هذه اللي يحصل عليها المينك لحظة اكتمال القمر ما هي حاجة مجانية ويلا تحول وعيش يا عم وضرب اللي ما ينضرب لا إذا ما تم السيطرة على هذه القوة رح تؤدي بصاحبها إلى التهلكة وممكن يموت وهو يقاتل وهذا توازن رهيب حط أودا لهذه القوة الرهيبة للمينك عموما خلوني ألخص لكم أهم الأشياء اللي شفتها في أرك بيجمام سانجي وماضي سانجي وسر عائلة سانجي لوفي وقتاله مع كتاكوري ماضي بيجمام وسر أكلها لفاكهة الشيطان انضمام جيمبي لطاقم أبعة القش بشكل رسمي وتواجده الرهيب والمميز في هذا الأرك يا أخي أحب جيمبي جيمبي رهيب يا جماعة وكمان بروك أسطورتي اللي قاتل بيجمام ونسخ البونغليف هذه تقريبا أهم الأحداث وإن شاء الله أني منسيت حاجة بعد كده يا جماعة عندنا الأرك القصير والدسم جدا أرك الريفري يا الله يا كمية المعلومات والصداع في هذا الأرك هذا الأرك ما يكفي أنك تتابع مرة أبدا مرتين كحد أدنى إذا أنت مرة قليل أدب تابع مرتين من كثر كمية الأشياء الدسمة اللي فيه ولكن علشان ما نطول ولا نكثر في الكلام خلونا نأخذ المختصر والمفيد قدر الإمكان وبحاول أحلل بعض النقاط المهمة بالنسبة لي حلو الكلام حلو الكلام قبل كل شي يا جماعة لازم نفهم شي مرة 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 مهم وهو الشعبية الكبيرة اللي وصل لها لوفي بعد أرك دريس روزا وبعد نهاية أرك بيج مام لوفي يا جماعة من يوم بدأ أولى رحلاته ما وقف في طريقه أي شخص يقاتل يكافح ينتصر في النهاية قد يسقط وقد ينهار ولكنه يرجع يوقف وينتصر لوفي يا جماعة ما كان بس ينتصر لنفسه لوفي في كل رحلة من رحلاته ولكل جزيرة كان ينتصر لنفسه ولطاقمه ولسكان الأصليين لهذه الجزيرة أيا كانوا سكان الجزيرة هذه اللي رح لها لوفي دائما كان ينتصر لهم ولكم أن تتخيلوا كمية الشعبية اللي اكتسبها لوفي أربستا يحبونه، سكاي بيا يموتوا فيه، اليوجين يبجلونه، دريس روزا يعشقونه، زو يقدسونه حتى الكثير من أعداءه يحترمونه وبعض أعداءه صاروا أصدقاءه كمان في مرحلة ما كل جزيرة مر عليها لوفي دائما يترك فيها أثر وبصمة للتاريخ غير أنه لوفي الآن عنده تحالف فيه أكثر من 5600 قرصان اللي لازم نستوعبه يا جماعة أنه لوفي قاعد يمشي في الطريق الصحيح الطريق الصحيح اللي مفروض يمشي عليه مين؟ ملك القراصنة أن تكون ملك القراصنة في رأيه مو أنك توصل لرافتيل فقط بل أنك تكسب محبة الناس وتثلج صدورهم محبة وإخلاصا وتحقق العدالة الحقيقية المشبعة بالأخلاق والخير وتساعدهم بشتى أنواع المساعدات اللي تقدر عليها هذا هو ملك القراصنة الحقيقي لوفي يساعد كل شخص يطلب منه هالمساعدة لوفي يشجع كل شخص يحتاج تشجيع لوفي ينتصر لكل شخص مظلوم في طريقه لوفي أسقط عروش واستعاد عروش لأصحابها لوفي سواء كنت صديق ولا عدو لو يوم احتجت منه مساعدة ما رح يقول لك لا ورح يساعدك لوفي الآن يا جماعة مسبب ربك وزعزع في حكومة العالم والبحرية مش لأنه شرير ولا لأنه قرصان لا بل لأنه جالس يثبت للعالم أنه ملك القراصنة القادم وعهد ملك القراصنة الجديد قادم لا محالة مش لأنه جالس يدمر جزر ويستحل جزر بل لأنه جالس يكشف للعالم أن القراصنة مش بالضرورة يكون أشرار الآن لوفي وإن لم يكن يونكو بشكل رسمي إلا أنه لوفي أعتقد صار أخطر من كايدو وبيغ مام على البحرية أخطر من تيتش على البحرية يمكن مش من ناحية القوة إنما من ناحية الشخصية والمبادئ والخطورة والأثر القوي اللي يتركه في كل مكان يروح عليه لأنه مبادئ لوفي وأخلاق لوفي وتوجهات لوفي هي توجهات ملك القراصنة الحقيقي وهذا أكثر شي خافون منه البحرية وحكومة العالم لأنه آخر شخص كان يشبه لوفي ولعب في حسبة أم العالم وجاب لهم الجنان كان جولدي روجر لوفي الآن خلاص حفر اسمه وصار ضمن الكبار لا محالة يعمي يكفي أن الباونتي على راسه الحين صار مليار وخمسمائة مليون وهذا بحد ذاته يوريك كمية الخطورة اللي وصلها لوفي في أعين البحرية وحكومة العالم بعد كده يا جماعة عندنا دوفلا مينغو أنا ما زلت مؤمن أن دوفلا مينغو بقاء على قيد الحياة مش عبث كان بإمكان أودا يقتله ويخلص قصته أو يخليه يختفي وخلاص ولكن دوفلا مينغو أعتقد يا جماعة أنه أحد أهم أعمدة قصة وان بيس لماضيه أولاً لقوته ثانياً لطموحه ثالثاً ولارتباطه بالتنانين السماوية وحكومة العالم والبحرية والقراصنة في نفس الوقت دوفلا مينغو يا جماعة قد يكون أحد أخطر شخصيات موجودة الآن في وان بيس بالرغم من أنه مقيد ومسلسل في أسفل الإمبل داون دوفلا مينغو قد يكون أحد أخطر الشخصيات في عالم وان بيس مش من ناحية القوة والسلطة ولكن من ناحية الأسرار والخفايا اللي يعرفها عن عالم وان بيس وهذا الكلام شفناه بشكل واضح في أرك ريفري لما جابوا المشهد على دوفلا مينغو تحت الأرض في الإمبل داون وكان يقول عبارات جداً مهمة وخطيرة أي نعم صعب نفهمها بشكل دقيق ولكن من وقعها نستشعر مدى خطورتها اللي فهمتوا من كلام دوفلا مينغو يا جماعة وهو تحت الأرض إنه يعرف أسرار خطيرة جداً عن حكومة العالم أو بالتحديد عن ماريجو أو الأرض المقدسة لحكومة العالم إيش هو السر اللي يعرفه دوفلا مينغو؟ تبطي عظم يا وجيه إنك تعرفه الحين أصبر زي ما إحنا صابرين هذا لو ما نكشف يعني عندكم بعدين ولكن اللي نقدر نفهمه إنه دوفلا مينغو باقي عنده دور كبير في هذه اللعبة باقي عنده مصائب كبيرة مخبيها لنا داخل عالم وون بيس وممكن لا دوره ينتهي وفعلاً نشوف حكومة العالم تغتاله ولكن هذا بحد ذاته يوريك مدى خطورة هذا الإنسان أو خطورة دوفلا مينغو بعدين يا أخي القرن المفقود القرن المفقود يا أخي هذا كل ماله يصير موضوع جذاب جداً يرحم أمكم يعطونا أي تلميحة كذا إيش صار؟ إيش حصل في هذا القرن المفقود؟ إيش صار قبله؟ إيش صار خلاله؟ إيش فيه؟ أسئلة كثيرة انطرحت من بداية الأنمي للحين ما جالها أي جواب أحجار البونغليف، القرن المفقود، جوي بوي، الوان بيس والحين يطلع لنا واحد إيمو سما وكمان قبعة قشع ملاقة إيش فيه هو؟ خذني حبة حبة يودا لا تكثر علي أسئلة لأنه الأسئلة القديمة باقي ما جاوبت عليها خاف الله يا إنسان عموماً اللي أنا متأكد منه يا جماعة القرن المفقود وشعب جزيرة وانو الأسلحة العتيقة الثلاثة والوان بيس هذه الأربع حاجات مرتبطة ببعضها لا محالة بشكل مباشر أو على الأقل تصب في نفس صفحة أسرار القرن المفقود إيش هو القرن المفقود؟ وإيش صار فيه؟ إيش قصة أم الأسلحة العتيقة؟ وإيش كان استخدامها زمان؟ إيش قصة أم القوة الغامضة والسلطة العجيبة اللي عند شعب وانو؟ إيش علاقة الوان بيس بهذا كله؟ وكيف راح يجاوب الوان بيس على هذا كله؟ أنا مش عارف وربي مش عارف عموماً يعني وبطبيعة الحال الوان بيس مستحيل يكون صندوق كنزه فيه جواهر وذهب الكنوز مجرد شي تافه في عالم وان بيس أصلاً الوان بيس قد ما أقدر أحاول أعصر مخي وأحاول أوصل لتفسير إيش ممكن يكون إلا إني أرجع فيه كل مرة خائب ومش فاهم حاجة إيش هو الوان بيس؟ إيش أحجار البونغليف؟ إيش قصة أم القرن المفقود؟ إيش راح لي يا أودا الله يخليك؟ أتمنى أودا يعطيني شوية إجابات حبة حبة في المستقبل لأني والله وصلت لمرحلة مقادرة أستحمل وفي نفس الوقت مستمتع تخيل تعبان ومستمتع مبسوط بالتعب اللي أنا فيه أوكي يا جماعة بعد كذا واحد من أكثر الأشياء اللي صدمت عيشتي طلع لنا شخص غريب وعجيب وغير واضح إيش هيئته بالضبط ودخل لمكان ما تحت الأرض في الأراضي المقدسة ووقف أمام قبعة قش كبيرة جدا أو ماي جود يا صدمة حياتي لما شفت الفريم هذا إيش قصة أم قبعة القش الكبيرة هذه؟ طيب يا جماعة قول ما أعطيكم تحرياتي عن قبعة القش العملاقة هذه في شيء لاحظت في هذا الفريم بالتحديد أعتقد يا جماعة أنه هذا المكان اللي تحت الأرض فيه أشياء مرة كثيرة فيه أشياء مستخبية تحت الأرض مش بس قبعة القش العملاقة هذه لأنه لو تلاحظون في هذا الفريم فيه زي الأرفف أو مساحات تخزين في الجدار ويبدو أنه قبعة القش العملاقة هذه واحدة من أشياء كثيرة ثانية مستخبية في هذا المكان ولكن ما علينا خلونا نركز في اللي موجود واللي احنا شايفينه قدامنا ما نشغلش بالنا في الأشياء الثانية قبعة القش للأمانة هذه جلست أفكر فيها يومين تقريبا كل ما أجي أنام في أمان الله أقعد أفكر فيها كذا وبعدين أنام لدرجة يوم من الأيام طلع لشانكس في الحلم وصحيت لقيته قدامي في غرفة النوم جاثوم إيه وجاثوم شانكس تخيل المهم أنا أعتقد يا جماعة أنه قبعة القش العملاقة هذه ترمز لشيء تاريخي قديم هل ممكن قبعة القش هذه ترمز لشخصية قديمة أو لأحد ملوك القراصنة القدامة لأنه بشكل عام قبعة القش هذه لابد يكون لها تفسير جولدي روجر لما قرر أنه يلبس قبعة القش وهو صغير أكيد ما لبسها لأنه شكلها حلو أو لأنها تتماشى مع الموضة أكيد لبسها لأنه كان متأثر بشخصية معينة أو لبسها لأنها تذكر بشخصية تعتبر قدوة له أو لأنها ترمز لشيء معين هو مهتم فيه جدا والله أعلم غير كذا روجر لما قرر يشير قبعة القش من رأسه ما رماها راح وأعطاها شانكس وشانكس صار عنده معرفة بقيمتها الحقيقية وبعدها شانكس مررها اللوفي ومثل ما قلت زمان أعتقد وأجزم إن لوفي في يوم من الأيام راح يمرر قبعة القش هذه لشخص من بعده إذا لقي فيها المواصفات الصحيحة فقبعة القش يا جماعة بقدر ما هي شيء رمزي وبسيط إلا إني متأكد إن لها إرث قد يكون نضالي وتاريقي قديم جدا ممكن تكون جزء من أسرار القرن المفقود والأكيد إنها راح تعطينا جواب لأحد أكبر الأسئلة في عالم وان بيس كالعادة سؤال جديد طرحوا أودفوغراسي غير كمية الأسئلة اللي انطرحت وهو لما قال غارب كلمة روكس لما ذكروا إن غارب هو اللي أوقف روكس وأخذ لقب بطلة البحرية أعتقد أنا ما عرف وش هو روكس هذا بالضبط ولكن أعتقد إن روكس هذا شيء يرمز لتعاون معين حصل بين بيغ مام وكايدو أو على الأقل ممكن يرمز لمعركة معينة على سبيل المثال أو ممكن روكس هذا يكون شخصية مجهولة أو إيش هو ما عرف بس روكس هذا شيء مرتبط بتعاون بيغ مام وكايدو أنا مش عارف بس اللي متأكد منه إن روكس هذا سؤال جديد انطرح وفي نفس الوقت هو جواب لشيء حصل قبل أربعين سنة مثل ما قال غارب مخي بنشر حاليا ولا أقدر أطلع بأي تحريات مقنعة فلذلك ننتظر ونشوف بس صراحة يا جماعة اللي أنا جالس أستوعب وأكثر وأكثر مع الوقت هو إنه غارب مش سهل أبدا أبدا وقد يكون أحد أقوى شخصيات وون بيس كونو قاتل كايدو وبإغ مام وأي أن كان الروكس هذا أوكي يا جماعة بعد كده نيجي للبقعة اللي بعدها واللي حصلت في هذا الأرك برضو وهو العرش الفارغ أو على الأقل العرش اللي يفترض إنه فارغ ولا يجلس عليه أحد والفلسفة اللي نشرتها حكومة العالم عن هذا العرش بالتحديد يفترض إنه العرش هذا فارغ يفترض لأنه يرمز للسلام والمساواة في حكم العالم وإنه العالم ما يحكمه شخص واحد إنما يحكمه خمسة أشخاص فلسفة جيدة ومسكن ممتاز لشعوب العالم ولكن هذا مجرد وهم وكذبة وإشاعة منشورة الواقع يقول إنه في شخص يفترض إنه اسمه إيموس نفس اللي كان واقف قدام أبعة القشة الكبيرة هو اللي يجلس على هذا العرش وما حد يعرف عنه إلا هذول الخمسة الأشخاص أو الخمسة شيوخ ويبدو يا جماعة إن إيمو هذا أحد المحركات الرئيسية بلا شكل عالم وان بيس وإذا في شخص ملم بكل تفاصيل عالم وان بيس رح يكون هذا الشخص اللي اسمه إيمو سما أو إيمو إيمو نقول له إيمو بس مودة فلسفة كثير لأنه ما في شيء يدعو للفلسفة بس أنا متلهف جدا إني أعرف أكثر عن هذا الغريب وعن هذا العرش الفارغ اللي تكلمنا عنه وعن القرن الفارغ وعن البونغليف والوان بيس وعن ماضي روجر وعن روكس أشياء كثيرة خلاص سبحان الله يا أخي أودا يخليك تكرهه أحيانا بسبب كتابته لبعض الأحداث ولكنك ترجع تدرك مدى روعة وجمال كتابته لاحقا مشهد محاولة اختطاف الأميرة شراهوشي في الريفري وإنقاذها بواسطة ميوس قارد كان من أروع المشاهد تجلت أسمى معاني الإحسان وأثر الإحسان في هذا المشهد قبل سنوات كثيرة ملكة الحريات أنقذت هذا الإنسان أو هذا التنين السماوي الفاسد آنذاك وبالرغم من أنه كان قذر وحقير ويستحق ينداس بالجزمة إلا أنه الإحسان كان أقوى وترك أثر كبير داخل قلبه وذكرياته لدرجة أنه صار يتصرف بكل إنسانية مع أنه ما زال تنين سماوي الملك نبتون كان ناوي يخرب أمها ويقاتل السايفر بول زيرو وكان راح ينهدم كل شيء بنته ملكة الحريات السابقة ولكن تدخل ميوس قارد في آخر لحظة وقف كل شيء واعتذر بكل احترام بل إنه ركع وخضع على ركبته لكم أن تتخيلوا كآبة وجمال هذا المشهد كان سببها شيء حصل قبل عشرات السنين عن روعة الكتابة حدثني عزيزي الوجيه عن جمال الربط التاريخي حدثني عزيزي الوجيه آه منك يا أودا آه منك يا مختل يا مريض مشهد رائع جدا وصعب أنساه أتجاوزه أبدا وشكرا أني شفته مرتين وبكذا نقدر نقول أو على الأقل نتوقع إنه بقدر ما فيه ملوك وأميرات وشعوب وقراصنة في صف لوفي متحالفين معاه سواء في السر أو في العلن كمان صار عندنا التنين سماوي في صف الخير أوكي صعب جدا نقول في صف الخير كون الخير والشر معظلة جدا معقدة في وان بيس وفي كل مكان بس على الأقل فيه شخص من التنين السماوية قادر على إنه يحط ويرسم حدود للكلاب السماوية الثانية ولا تنسوا إن ميوس غارد قال إنه راح يحمي شراه شي في كل وقت وهذا بحد ذاته يرسم لنا تصور إنه في صفنا أو على الأقل في صف لوفي أوكي مش بشكل مباشر في صف لوفي ولكن من خلال الأميرة شراه شي واليوجين بشكل عام ديم 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 آه آخ يا كومة آخ يا كومة عملوا فيك إيش يا كومة آيا أوديا يا قاسي كيف تصور كومة بهذا المشهد القاسي اللي برد قلبي من كآبة وبشاعة هذا الحدث هو إن الجيش الثوري الحمد لله متواجدين في الريفري برضو وأحد أهدافهم غير إعلان الحرب على حكومة العالم هو إنقاذ كومة أو على الأقل ما تبقى من وجود كومة في هذاك الكيان بس للأمانة يا جماعة مشهد كان مرة مؤلم أنا ما أعرف وش صار بين الجيش الثوري وبين تيتش بس هروبهم من جزيرتهم المخفية وانتقالهم إلى جزيرة إيفانكوف هذا يقول إما إنه الجيش الثوري اندق على خشمه من تيتش وهذا أمر مستبعد جدا لأننا نعرف قديش الجيش الثوري قوي جدا ولكن الأرجح إنهم انسحبوا من الجزيرة بإرادتهم لأن تيتش ماهو شي مقلق بالنسبة للجيش الثوري فاضين لأمك إحنا نقلعي من حال خلاص وإسقاطوا من عدمه ماهو شي مرة مهم بالنسبة لهم لأنه كلنا عارفين إنه هدف الجيش الثوري هو إسقاط الحكومة فالمرجح حاليا إنهم انسحبوا من مقرهم من دون أي مشاكل ولاحقا جا تيتش ودمر مقرهم أو ممكن البحرية جات ودمرت مقرهم بحكم إنه مقرهم صار مفضوح بسبب المكالمة اللي أجراها برجش عموما يا جماعة الجيش الثوري جالس يلعب لعبة مرة كبيرة في الخلفية ما رح نسهب ونكثر في الكلام في هذا الجانب ولكن اللي نعرف إنه الجيش الثوري عندهم قوة بشرية جدا ضخمة وعندهم كمان قوة سلاح جدا خطيرة وكمان عندهم تسلح بفواكهة شيطان قوية جدا ونادرة ولهم من هذا كله عندهم تسلح بالعلم والتكنولوجيا مثل ما شفنا أحد قادة الجيش الثوري الأربعان سيت اسمه بس بحط لكم صورته واضح إنه هذا الشخص عالم وعنده القدرة على تطوير وصنع الأسلحة وممكن كمان يكون فيه ارتباط بين الجيش الثوري وبين بيقابانك بطريقة ما الله أعلم اللي يهمني الحين من الجيش الثوري ووجودهم في الريفري إنهم يحررون كوما بأي طريقة أي شي ثاني غير كذا أجلوا البعدين المهم حرروا لنا كوما خلونا نتكلم على السريع بخصوص إيمو سما أو الشخص المجهول اللي يفترض إنه يجلس على العرش الفارق ظهر في مشهد له وهو مقطع ورقة باونتي لوفي وتيتش وحاط سيف وسط صورة شراهوشي وكان ماسك في يده صورة ومحتفظ فيها المين لفيفي الواضح من الحوار اللي دار بينه وبين الشيوخ الخمسة إنه فيه شخص لازم يموت ويمحى من الوجود أعتقد إنه الخيار كان مطروح على أربعة أشخاص تيتش ولوفي شراهوشي وفيفي لوفي ورقته كانت مشقوقة معناته إنه غالبا مستبعد تيتش ورقته كانت مشقوقة وغالبا كمان مستبعد شراهوشي صورتها عليها سيف وغالبا مستبعدة ولكن اللي لفت نظري إنه صورة فيفي في يده ما قطعها ولا طعنها بالسيف أو بالسكينة القادة الخمسة قالولو إيش النور اللي تبغانا نطفيها هذه المرة في إشارة لهم إنه مين الشخص اللي تبغانا نقتل ونمحيه من الوجود والتاريخ أنا جاف بالي إنه إيمو سما هذا عرف إنه شراهوشي أحد الأسلحة العتيقة وشاف إنه قتلها شي مهم لأنها مرة خطيرة ولكن كون صورتها كانت طائحة جنب صورة لوفي وتيتش وبقاء صورة فيفي في يد إيمو معناته إنه فيفي هي المستهدفة وهي المتوقع إنهم يقتلونها في المستقبل هذا تحليلي للمشهد والله أعلم عاد ليش فيفي المسكينة مستهدفة أنا مش عارف بس هذا هو التحليل المنطقي والوحيد اللي طلعت فيه من المشهد شراهوشي أي نعم ممكن تكون هي مستهدفة ولكن فيفي هي الأرجح بحكم إنه صورتها كانت في يده ولكن السؤال الأهم يا جماعة إيش ممكن يكون إيمو سما هذا؟ هل هو إنسان؟ هل هو ذكر؟ هل هو أنثى؟ أنا ما أقدر أجزم صراحة ولكن عيونه جدا مميزة ومختلفة وشكله مرة غريب في عرف الشخصيات والأعين في عالم وان بيس ولو فيه سر أهم من الوان بيس في عالم وان بيس راح يكون إيمو سما هذا ممكن يكون شخصية خالدة ممكن يكون شخصية عندها قوة جدا خطيرة ممكن يكون شخصية تمثل الإله بمفهوم عالم وان بيس ما راح أقدر أجزم بشيء ولكن ننتظر ونشوف وختاما يا جماعة وأهم نقطة ممكن نسولف فيها ضمن أرك الريفري وهو أحمر الشعر شانكس يا جماعة أقسم بكل شيء تؤمنون فيه أنا أجد صعوبة في وصف الصدمة اللي تعرضت لها جلست متنح ومو قادر أركز في باقي الحلقة من هولى المشهد شانكس مجتمع مع حكومة العالم؟ أحا كيف كذا؟ طبعا جاءت في بالي تحريات وأفكار كثيرة شانكس يلعب على الحبلين شانكس نقال هروج ونقال أخبار شانكس مخبر لحكومة العالم ولكن هذه كلها مجرد تحريات لحظية تطلع كذا بسرعة معانا الموضوع ماهو بالتفاهة والبساطة هذه أنا أعتقد يا جماعة أنه شانكس جالس يلعب لعبة مرة خطيرة في الخلفية تقدر تقول عنه دبل ايجنت أو عميل مزدوج براحتك بس عشان نحاول نفهم إيش وضع شانكس هنا لازم نفهم طريقة تفكير شانكس وفكر ومبادئ شانكس ووضع شانكس في قصة وان بيس إلى حد ما وصلت أول حاجة يا جماعة شانكس له تأثير عجيب على كل شخص يقابله قدر أنه يوقف كايدو ولا أحد يدري كيف يوقف كايدو قدر أنه يوقف حرب المارين فورد بخطاب واحد ودقائق معدودة قدر أنه يصير يونك ويتبطر في البحر بكل قوة ممكن حكومة العالم سمحت له بهذا الشيء أو ممكن هو وصل نفسه لهذه المكانة ثاني حاجة يا جماعة شانكس دائما 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 يسعى للسلام في أتفه الأمور ومن بداية الأنيمي القتال آخر شي يفكر فيه شانكس مستعد يخليك تصب ساكي وتكسر كراسي على راسه ولكن راح يظل القتال عنده آخر شي يفكر فيه وصوله لحرب المارين فورد ما كان لغرض القتال إنما لغرض إيقاف الحرب وإعلان السلام وبالفعل هذا اللي سواه وانصاعت له البحرية ووقفوا وقالوا إيه ووقفوا الحرب فإذا في تحريات معينة جالس أحاول أربطها في دماغي فهي إن شانكس يؤمن جدا بموازين القوة وضرورة بقاءها ما ينفع القراصنة هيمون براحتهم ولا ينفع البحرية تعيث في الأرض فسادا براحتهم ولا ينفع التنانين السموية كمان يحوسوا براحتهم ولأن شانكس يؤمن بمدى أهمية توازن قوى العالم فكان لابد إنه يربط نفسه مع كل كبار العالم سواء اليونكو أو القراصنة العاديين أتشيبوكاي البحرية أو حتى حكومة العالم وربما شانكس كمان يكون عنده تواصل مع الجيش الثوري أنا مش متأكد ولكن هذه تحرياتي وشانكس يا جماعة الله أعلم إنه يعرف أسرار مرة كثيرة عن عالم وانبيس ورحلة مع روجر ما كانت لمجرد التسلية واكتشاف الوانبيس فقط ممكن في البداية إيوة ولكن في مرحلة ما شانكس أدرك سر أكبر من الوانبيس بحد ذاته وهو مدى أهمية توازن قوى العالم بشكل أو بآخر وأيا كانت القوى في عالم وانبيس اللي نعرفها واللي ما نعرفها ضروري يكون لهم حدود وهدف شانكس من إنه يخلق تواصل مع كل قوى من قوى العالم مش لغرض إنه ينقل هرج أو يكون مخبر أو فتان أو أوه مرة شوفوني أنا رأي علاقاته مضبط أموري مع الكل لا 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 الموضوع ما هو بذي التفاهي يا جماعة أبدا إنما علشان يحرص إنه قوى العالم تظل متوازنة وما يصير لها أي اختلال آخر مرة صار فيه اختلال في قوى العالم كانت قبل القرن المفقود إيش صار في القرن المفقود بسبب اختلال توازن قوى العالم الله أعلم شانكس يعرف إنه عدم توازن قوى العالم رح يسبب كارثة وجالس يحاول يمنح حدوثها الحرية شيء جميل يا جماعة وطموح كل شخص مقيد وعبد ولكن حتى الحرية لو ما حطيت لها حدود وقيود بتصير فوضى وكوارث عالم وان بيس عالم جدا قاسي وفوضوي ولازم يكون فيه شخص يمسك العصى من النص وأعتقد والله أعلم إن شانكس هو هذا الشخص اللي ماسك العصايا من النص أو على الأقل قاعد يحاول يكون هو الشخص اللي يمسك العصى من النص ويحافظ على توازن قوى العالم تبغى تكره شانكس؟ اكرهه تبغى تحبه؟ حبه الأمر راجع له بس أنا متأكد يا جماعة إنه شانكس له دور كبير جدا في عالم وان بيس مثل ما قلت وأعتقد إنه راح أحترمه أكثر مستقبلا لو طلع كلامي صحيح إلا لو طلع توست في المستقبل وخلاني أرمي أم كلامي هذا في الزبالة الله أعلم ننتظر ونشوف قبل ما نقفل الفيديو أنا شاء الهم حاجة واحدة يا جماعة ما أبغى يجي اليوم اللي أشوف فيه لوفي وشانكس متصادمين ما أبغى أوصل لمرحلة أشوف فيها أحد هذولي الاثنين مهزوم من الثاني أتمنى لو تعقد الوضع وصارت الدنيا فوضى بين شانكس و لوفي في يوم ما شانكس ينسحب أو يختفي من الوجود ويترك الموضوع لوفي ما أبغى أشوف لوفي منتصر على شانكس ولا أبغى أشوف شانكس منتصر على لوفي كلامي هذا ينبع من عاطفة مش من عقل بس أتمنى أنه ما يصير فعلا إلا لو طلع شانكس حاجة فعلا غير اللي أنا كنت متوقعها ويا رب ما يحصل هذا الشي ويطلع شانكس فعلا مثل ما أنا متوقع وإنسان طيب ويحاول يحافظ على توازن قوى العالم ولا أعطيكم العافية يا جماعة إلى هنا نكونوا صنع نهاية الفيديو ورب تعبت والفيديو مرة طويل وأتمنى أني ما تعبتكم لكن الفيديو لو أعجبكم اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين تعالوا تابعنا لموقع التواصل الاجتماعي والدسكوري وتويتش وقناة العاب والقناة الترفيهية والميمز كل الحاجات هذه رح تلاقوها في صندوق الوصف كم معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم